وإلى الملف الفلسطيني حيث انطلقت أعمل جلسة البرلمان العربية ثانية من دور العقاد الرابع من الفصل التشرعي الثالث برئاسة عادل ابن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان وذلك بمقر الأمالات العامة لجامعة الدول العربية وناقشت الجلسة عددا من البلود الهمة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الرهنة